14 مليار سبعة مليار هنا وسبعة مليار هنا لكن إذا جئنا تكلمنا عن الشيء الثاني المخفيفة وراء العرب دل ما بيدفعوا قروش الحملة بيدفعوا قروش الحملة وتكاليفة والوراء وراء دل بيخافوا من ترامب خوف ساكد بيدفع خوف ساكد بيدفع يعني إذا كان وسائل الإعلام تكلمت عن شيء الرسمي 14 مليار للحملتين معناته أتليس بيكون الشيء تحد أكتر من كده بيكون دابول لكن ما بيجيبه لك دل تكفلوا بالعرب دل لأنه دل ما عندهم دل مفارقة معاون لا ديمغراطية ولا عندهم ديمغراطية ولا ولا عندهم علاقة ترامب دخشة يوم واحد بي فانكة يهزت كده بس طويلة كده ما شاء الله جات بشعر الأشقر ده خشت رقصت لها كده بسيف طلع بي 500 مليار في ليلة واحدة في السعودية طلع بي 500 مليار 500 مليار ما 500 مليون 500 مليار مليار طلعبات ترامب دي في ليلة واحدة بس بيتو دي جات هزت كده وهس بايدين دي عنده بيت اسمح من ترامب يعني هس بايدين بكرة كان شال بيتو ومشى قاعد في الخليج بيتو كان هزت كده بي إذا ترامب يطلع في ليلة واحدة بي 500 مليار ده بيطلع له بتريليون تريدين دي بس يسوك بيت دي بس تمشي تهيس طلعت بيلة طلعت بيلة طلعت بيلة طلعت بيلة كل الإعلام جابه كل الناس شاهده ما فارقة ما حاول لكن احنا بلد الفقير البنقروشنا دي بنامشي نفتشها سيسي سيسي تشليه 407 مليار تديها ليزول دي الآن جريمة ويتحمل مسؤوليته منه رئيس الوزراء حمدوك ذاته لأنه دي جريمة بتاعت اختلاص دي جريمة بتاعت تبزير بتاعت مال بتاعت شعب دي تبزير ده مال ده مال ساكن زي انت الليلة جاي تكلمني تقول لي الله البشير الآن انت البشير جيبته حاكمته في 25 مليون دولار جاياه هدية من أميرة السعودية خدته عنده في الخزنة انت وددت أكثر من 407 مليون دولار نحنا كنا محتاجينها لحليب الأطفال كنا محتاجينها للدوى كنا محتاجينها للرغيف كنا محتاجينها إننا نمنبقى البنية التحتية بتاعت الدولة دي عشان تقوم بس الزراعة عشان ننهى ده كله نحن محتاجينها شدة سبعة 407 مليون دولار وغشيتنا غشيت الناس إنتوا ما غشيتوا الناس مش قلت ترامبي رفع اسمنا مش جيتوا قلت ترامبي رفع اسم السودان من خلو الدور على الإرهاب لانه إنتوا لما مشاتوا دفعت القروش مشاتوا دفعت القروش تحت التهديد ما بعرف هددوكم اما اتفاق من الاماراتيين ترامبي قال لكم تدفعوا القروش ما دفعتوا القروش انا بعملكم ما بعرف ترامبي ده وزول بهدد العالم ده كله والسعودين ده كله ماشي وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة تبقى قحاتي تبقى بحسي تبقى شويعي تبقى سلمان تبقى وجزايد والله يا اخي اليهود ده ما بنقدر عليهم ترامبي ده ما بنقدر عليهم ترامبي ده امريكا ام الدنيا ترامبي فايز اللهم للمنان من يدفعوا القروش لا ما المفتغرين ترامبي يسجط انهم ان المفتغرين انه الكنترهولن في البيántة الابيض الكنترهولن ما في البيات الابيض الكنترهولن في السماء فاق الارماد التروهومن الا هنا رماد التروهورن ما في امريكا الارماد التروهولن فاق عند الله سبحانه وتعالى فاق هناoks الارماد التروهgue تبدع الدنيا تعالى كلهには ان ترام痛 عن ترامب والا حين بين سلمان والا حين بين زايد الكنترول ده كله عند الله فوق في السما فوق بين حرفين الكاف والنون الكنترول بتاع الدنيا دي ما زي ما انتم تحتخظوا لانه في ناس بيتخظوا ان الكنترول بتاع الدنيا دي عن ترامب وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة والله يا اخي ترامبي لو فاز لو ما دفعنا القروش لامريكا والله الحصار ما بترفع وترامبي ده لو ما ودنا لو القروش ما بينفع ما حصل الله ان يأتي بالفتح من عندي الله لما بجيب الفتح من عنده سقت ترامب ما خلال سقت ترامبي ده ما الفتح ربنا ما سقته هس يتكى ممكن تبشي تتحاور مع الديموراطين ده وتصل معه لقناعات انه يرفع اسمك منذ ماذا تفعلهم القروش لكن لانه انت في قلبك مرض ما هيتوا بتخافوا من امريكا ما هيتوا خايفين من ترامب هيتوا ما بتخافوا من محمد بن سلمان الليلة بلدكم دي كلها سلمتها للاماراتين السفيرة البريطاني قاعد في الخرطوم بيغرب بيقول لك ترفع الدعم بيقول لك لانه انتوا بتخافوا انتوا ما مفتكرين الريموات دي عنده السفيرة البريطاني انتوا مفتكرين انه الريموات عنده بتاع ابو ظبي انتوا مفتكرين انه محمد بن سلمان كان رضا عنكم انتوا مفتكرين السيسي كان رضا عنكم الناس الليلة السيسي ومحمد بن سلمان وبن زايد الناس اللي يعرفون عندهم كون يومون قاعدين في الحمام جاتهم دايرية قاعدين في الحمام ده خاشي وطالع فكت فيهم دايرية كده واس خليها ساكن وسقط في ايديهم ضيعوا اقتصاد السعودية ده كله شالاته الآن القروشة الانفقة محمد بن سلمان لصالح ترامب والقروشة الانفقة بتاع زايد الدلية صالح ترامب الآن سقط ترامب هم اقتصاديا زاعدوا سقط البترول زاعدوا خلاص مشه اسعاروا دقة الدلية والواقع دقة الدلية وده كله ليه لحن الريموات ما هنا عسى الله وان يأتي بالفتح او امر من عنده فيزوحوا على ما سروا في انفسهم نادمين هس القحاتة بيقولك والله يا اخي نحنا سرعنا نحنا سرعنا والله نحنا واكا ندفع قروشنا لترامب ما يدتوا لانكم اغبية اغبية ما يدتوا لانكم ما بتفهموا يدتوا لابتفهموا دين ولا بتفهموا ثقافة ولا بتفهموا سياسة ولا بتفهموا اي حاجة هس الليلة قاعدين ادمعكم والله يسرعنا وادفعنا القروش لانه ما تفهموا الليلة تاني بن سلمان ما بيديكن قروش لكن بإنسان لا يمتلكون وبإنسان لا يمتلكون لا يمتلكون هذا الوقت يعملون بلطة يمشون ليبيا هنا ويمشون باين عندما يأتي حكومة قوية في البيت الأبيض لذلك نقول الناس يقولون أن تشجع الديمقراطين نحن لا نشجع الديمقراطين حباً فيهم لا نحباً في الديمقراطين الديمقراطين هذه الأسوأ من الجمهورين نحن نعرف أنه ترامبي هذا مما قاد أربع سنة انكفى في الداخل لا يقوم الحروب الخارجية لكن باع سلاح للسعودية أكتر من أي زلطاني والسلاح ده يمشي وين لا يريد أن يقوم بالناس في اليوم في وين في وين لكن نحن قلناها نحن كونه يكون أنت عندك صديق عاقل أكصد عدو عاقل خير من صديق جاهل الآن الديمقراطين يقعدوا يركزوا على قضية حقوق الإنسان هذه أولوية بالنسبة له حقوق الإنسان عندهم موقف من الاستيطان في فلسطين قضية أن والله إسرائيل تتمدت في الاستيطان هم عندهم فيها موقف وموقف بالمناسبة هم بيعتبروا موقف أخلاقي وده بيدعم القضية بتاعت فلسطين عندهم موقف من حقوق الإنسان وده موقف كويس جدا يا أخي على الأقل عندك زول بتقدر تتفاهم معه زول بتقدر تتحاور معه نحن نعم ومشينا بدين حوار مع الديمقراطين ومشوا على سين يرفع اسم السودان من قيمة الدول راعي للإرهاب قطعوا شوت حتى يترفع الحصرة الاقتصادي عن السودان لكن إنت عشان تمشي تحاور الديمقراطين الآن ما بتحاورهم ما بتيم القاعدة يعني أنا بكرا أنا من أقرر أنه أمشي أخوش في حوار مع الديمقراطين عشان يرفع اسمهم من قيمة الدول راعي للإرهاب ما بودي عمر قامر الدين لأن عمر قامر الدين ده هو واحد من الناس المعروفين في وزارة الخارجية الأمريكية إنه هو الجاب الحزار للسودان يعني أنا دائر دائر ناس عندهم خبرة دائر ناس معلمين ناس محنكين سياسيا بجيب ناس محنكين سياسيا لما صحت البلد بجيب ناس محنكين بستعين بناس بستعين بتاع خبرة أمشي جيبه غندور ده استعينه بيه هزول برضو عنده خبرة وقطع شود كبير جدا في شغلة المفاهدة وكان ماش يرفع اسمه السودان منهم قروش يعني ما كان فيها قروش ذاته أنا بجيب بستعين من الناس لكن أنا الليلة الدائر تجد تقول لي والله أنا دائر أمشي مع تراب ترامبي ده يا خوالنا والها في زول بقيف معه والها في زول اللي ضيع منه ضيعنا ذاته واسا ضيع اقتصادنا ذات ترامبي وضيع اقتصادنا الناس وأي زول الليلة قاعد في السودان ده سواء الحق وتسأله مني أي زول كويس أي زول قاعد في السودان ده يبقى سواء المشروع من بكرة أمشي أسأل الحكومة وين قروشنا؟ من حقك منت قاعد تسمع كلامي ده من حقك إن البكرة تمشي تسأل حكومتك وين قروشنا؟ وين مشت الأربعمائة وسبعة مليون دولار؟ من هو اللي استلامه في البيت الأبيض؟ من هو اللي استلامه في أمريكا؟ وردت فياتو بنك ده من حقك؟ ده من حقك؟ لأنه ده حقك انت، ده حق الشعب انت ضيحت قروش الناس؟ صفاها تنساكت ضيحتوها؟ وشلتوها ما شيتو قدتوها لي زول مخبول وزول ما معروفوا مصير وين؟ بس لأنه العرب دفعوا العرب دفعوا 12 مليار نحن ندفعوا 407 مليار، العرب عندهم بدفعوا نحن عندنا شنون ندفع؟ نجيبها من وين؟ شعبنا المسكن ده نجيبها منه؟ الرغيفة بـ 45 جنيه وزير التجارة وصناعنا وانتهي تتكلم معا ما بيقير بيقولك في فشل، بيقولك أنا ما في زول بشيني، الشعبي ما من حقه يا شيني والرغيفة بـ 45 جنيه، والله أمس في بحري بـ 45 جنيه ما الكلام دهنا في الفاشل، لا في نيالة، لا في الجنينة، في قلب الخرطوم وفي بحري أمس بـ 45 جنيه، الرغيفة هس الليلة الوقود مش بـ 560 موجود؟ متوفر في كرة الترمبات متوفر؟ سؤال، هل الآن متوفر؟ ما أنت رفحت الدعم؟ ما أنت الآن رفحته؟ هل الآن الخبز متوفر؟ هل الآن الوقود متوفر؟ ما ده سؤال؟ أنا بسألك بالسعر الأسود بتاع الوقود ده؟ هس الليلة مش التعامل بـ 540 جنيه؟ هل متوفر الآن في الخرطوم؟ هل الضواء الآن متوفر في الخرطوم؟ مش رفحت منه الدعم؟ مش عملت سوق حر؟ الآن هذه الحكومة لو جعلونا البنزين بيقى بـ 1000 جنيه ما تقدر توفره ليه ودي أسمع مني، حكومتكنا القعدة دي؟ إذا جعلونا البنزين تجاوزا 1000 جنيه هس الليلة كان عمل السعر بـ 1000 جنيه لا تملك إمكانية إنها تجيب باخرة بتاع الوقود عشان تنزلها تديك له بـ 1000 جنيه لو عمل السحر الرغيفة وسعرتها وقالت الرغيفة غير المدعومة بـ 10 جنيه لو عملتها بـ 40 جنيه بكرة حكومتك دي لا تستطيع أن توفر لك الرغيفة بـ 40 جنيه ما نتكلم عن دعمه نحن، خلي الدعم، شيل الدعم كله أنت مش زمان جيت قدت الدعم وهنشيل الدعم وهنشيل كلام ده كله عشان الفغرة والأغنية يستوه؟ هس الليلة، الليلة ده تحدي الآن الغاز ما مدعوم، الكهربة ما مدعومة، الرغيف ما مدعوم، الوقود ما مدعوم هل متوفر؟ هل متوفر؟ ما أنت عمله بالسعر العالمي أنت مش قبل السعر العالمي؟ أنا متكلم عنه بالسعر العالمي، أنت الليلة عمبي السعر العالمي يأخذ بالقروش في الجنة السودانية يكب لتر البنزين بأكثر من نص دولار المواطن السوداني يصرف بالعملة السودانية المرتب وما يكفيه أي مرتب السودان لا يكفيه لمدة أسبوع الآن يكب لتر البنزين بأكثر من 2 دولار اللي هي السعر العالمي وبعد ذلك ما قادر التوفير حسي حكومتك هذه قادر التوفير قادر التوفير تجع ولا كذا ما لانك انت زال فاشل ما تجع ولا كذا ما لانك هكذا منك ما هو التوفير الذي يقول لك Pamela هذا ما زال فاشل ما زال قابحاتي ، ماذا عندي مخ لا تقولوا أجروا ولا الكذاHey لا تقول إنكم مخ لوكما تقول أجروا الي الكذا معناتنك عندما تقول أجروا ؟ اعت electrification معنات ما تريد أنت رفعت الكذا مكانا عليا ما شرفت الشعب ما تقول أنت تتجع ماYت لانك حمر ما تقول انك stupid انت تكون من Tracy لا تقول أنت تتمين مخم grosse إيجاع هل وكثير؟ معناته حول عنه حول معناته إيا إذا يقول أنك هي أنmos معناته قاحت و حمّدك، شعوعينك يعني أنكم أخذت وهناك هل لا تخذنا? وهناك معناته حول؟ من ألوب؟ أجải خارط؟ أجumber وسعط? أج manifold؟ على أجigns حمدك؟ و تعملهم و يدعه تعمل بحكومة ختماتكم قانت لك إن فقالك مثلما تقول اتبعي الناس نلة من الشارع أوليك خلالنا في الشارع قليني كن لك فضع البنزين و�غości راغيف و تقول عدودة للشرع لكي نرى الشارع إنك يرد لك ولكن هذا منطق المنطقة العاجزين قال لك حاجز لو قسابك إذا لم تكتخص بكلّا كلنا إذا لم ت�� happens فتقول أنني وأنا كذر وذاك فوقع أمسان لا أسكenta فعلتها أي لأن ل thời لا تقول أنا أو كذر أنا الشوعية أو كذر وح Shen class سوف حفظك كل الواية وığınها وكijo وكل مدركة الشوعة معكم معظمون انما في تلك الحكومة لكن أنت تعد راجز سوف تتصل حيث لا أمسان رجل تقول قل انا ولا الكيزان انا دا الشواعي قل انا البعثي قل انا قح قل انا بمثل وتحمل مسؤوليتك التاريخية امام الله و امام الشعب يتهربوا انتوا يتو قال لكم يتهربوا انتوا كذا بكلامكم انتوا بتغشوا الناس واحد يجي يقول لك لا والله اتجوع ولا الكيزان ما اتجوع ولا الكيزان ما اتجرحنا من اليوم مرة مين اتجعان الشوعين تعاني انا هبط لولد آپ اتجيا بكم سؤال نفس الصع θα انا بقول ايكا اكرم ماشال القروجة اليوم في القاهرة عنده تهموا بلوا وشقة في القاهرة اكرم وزير الصحة اول ميس الان قاعدت في القاهرة مرتاح ال魚 ال versus الإهمير للذهاب مثلا اتجاب بلس يمشي في هذا الشارع ويلبس كمامة ويتغطى في القاهرة ومشي مدسي من السودانيين قاعدين في القاهرة لكن لو دارنا وريك ساكن وام ينجيب لك الأدرس حقه كله صدق يوسف الناس تقوله الدوء على الجهة لان قاعد مرتاح في القاهرة مجتمع لها صالح قوش وقاعد في أحضان قوش حس يا عمك صدق يوسف قاعد في أحضان قوش في القاهرة ماشي القاهرة مشيش انداري تعالي ما قلت البرجوازية والطبق العاملة والشعوبة الكادحة ونحن مع الفقراء وأبناء الشعب ليه ماشي تدعاليك في القاهرة هو يا شوحي ماشي تدعاليك في القاهرة ليه ما تدعاليك في أحمد أقوش تدعاليك في مستشفى الخرطوب ولا تمشي مستشفى خاص ما انت قلت الطبقة الكادحة والجوع ولا الكيزان ليه قوموا يا عطالة تفع عليكم بلاش كلام فاضي معاكم شعرت ما عندها معنى ما عندها معنى دي شعرات بتاعة الناس في الدين المنطق دارين يسوقوا الناس بالخلا ايه التهسي في بحسي في بحسي جاه سؤال في بحسي جاه انت عارف وجي مرتبه كم انت عارف وجي انت عارف وجي بتجيب الناس بياخد منهم كوميشان كم انت ما قال لك مين وناصر الجاه بتلبوش جاه ما شاء الله كل يوم تعمل أدد زيادة 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 بسطة في الجسم وقلة في العقل فمنوا؟ وروني كالي منو نجع منو 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 جع منو ما جع الشعب السودان المسكين كايزان جعه؟ يا تو كايزان جعه؟ غندور قاعد في بيت كويس ومرتاح قال لكم ان ارخبر there isация فقط 5 أو 6 أيل فقدلت أنه تم حزي ال 16 اjour 블루عات وذا أعتني وليس أولني أنا لو لاتشفي اننيص ارخبر فأنا همار في قفص diarrhea واذاоб سأأتي أن سأأتي لن أتoke بسأتي وрут بشيء كان غندور ده قاعد وين؟ كان قاعد في فندق خمسة نيوم، كان قاعد في شقة، كان قاعد في فيلا، كان قاعد في بيته، كان قاعد وين؟ ماذا يقول لك؟ والله تم طرحيل البشير ليكوبر؟ هو يقول لك والله الجوع ولا الكيزان؟ بالله انتو فيكم زجا؟ بالله انتو فيكم زجا؟ فيش فيكم شوية عجا؟ بالله شفت وزيرة مالية كنت تطلع لها بسكف؟ ادخوك دي دي دي، دي م asshole، دي متان ب秋 في الدنيا كلها ماذا ان تطلون طلعوه ويأكل ومبدة كله؟ والله انتو في الصرخاغ حقها لو شرقت النقيقة ف miejsce حابيتا ف 했어요 تات نقول تعملية ص camps فنواتف الشبício اقوال كنت ت Passover مرة لابسة هندي ومرة لابسة حسمية للغاية أفريقيا. هل تقول لي الجوع على الكزان؟ الجع منه؟ الجع الشاب ياتوكوزجا ما كذا امشي يشوف الكزان اللي بيجيبون المحكمة نضافه نايرين واحد تقول جاه من بيت عريس ما امشي كذا امشي يشوفهم كذا امشي بقرة في المحكمة في زولفونجا في زولفونجا ياخدال ما دارين يطلع زاته وهسق يقلون يطلع زاته ما بطلعه لأنه خدمه خمسة نيوم انت الاهبل القاعج بره ايه الجوع على الكزان جوع على الجزان بتاع شنو؟ فلاش كلام عبدت معاكم؟ ما فيكن زال جاع الليلة الامامة اسرته كلها تدعالجه يا ابو صبي جاعوا الناس حزب الامة جاعوا؟ حزب الامامة اولاده جاعوا؟ ما تقول شو الناس ساكن؟ حمدوك اولاده جاعوا؟ ياخده طاشة شبكة ذاته مع امواء عارف ذاته الناس مش يصلوا في شيخ الزين صلاة الصبح وقامت دور ما حارف ذاته المات منه؟ ده على بال ما يصحصح ويقوم من النوم يقوم بعد الصلاة الدور تقول ليه الجوع على الكزان؟ ياخد جاعوا الشعب السوداني ياخد جاعوا الفقراء من ابناء الشعب جاعوا الناس البسطاء من ابناء الشعب مينو الجح في السياسين؟ ياتفيكم في السياسين جاع؟ انا داير انا داير والله انا بتكلم جادي لانه داير اعرف الناس اللي بيجي يقول لك اتجوع ولا كزا؟ مينو في السياسين جاع؟ مينو؟ ياخي تبا لكم كلكم تبا لكم شفتوا سياسين على قحاته على شوعين على بعثين كلا كنتبا لكم يا اخي الله الله كارسابكم مخيد يلط prawd именно بلدي و اصلا الله سبحانه تعالى ان الشعب بكرة طالب من قروشكن schlecht يطلع طالب با كانت طالبن طالبوا بقروجكم التي دفعت 407 مليار دولار أقصد 704 مليون دولار أطلعوا طالبوا بها لأن هذه قروج تلحصت تأكلت ما بين رئيس الوزراء و ترامب و شلت و وزير العاد. ما أكلت القروج؟ القروج لا خشت الخزينة الأمريكية ولا خشت ولا مشت ولا ترفع اسم السودان ولا مدور رائع الإرهاب كلها الحياة لازم الشعب يكون واعي يطلع يطالب بحقوقه و تسقط القحن تسقط مثل ما سقط الذين من قبلكم تنسحب الشوعين و البحثين و لا يتحليكم تقعد في قحن من قحن تقعد تسقطوا و يسقطوا بكلام الحار و هذه قدركم تعمل العساكر يعني ان شاء جميل Richie شاء الجميل ليس لهذا بعد بدستم الى العساكر لن يثقتك الا على البطاب في المقرت لان الله your home لكن الله هذا ربنا دあります ربنا دار يديكم له. أسأل الله سبحانه تعالى أنه يحفظ البلد ويحفظ السوداء. وأسأل الله سبحانه تعالى أنه يا أخي يزيح هذه الغمة للبلد. الناس تعبت والله الناس جاعت والناس مرضت. لكن أسأل الله سبحانه تعالى أنه يصلح على البلد لحد ما نتلاقي إن شاء الله في live تاني. قضية المينة دي بيتفاصيلة لو ربنا أحيانا إن شاء الله أنا يتكلم عنها بكرة بيتفاصيل. التفاصيل والله حاجة شيئ جدا. لأنه دي لو المينة دي لو سقط بالكلام الآن بيتقال بالوقاع الموجودة لو سقط. خلاص ده آخر نحش في الاقتصاد السوداني. أنه مينة ده بدخل للبلد وبدخل للاقتصاد. فيه أشكاليات كبيرة جدا. لكن لو ربنا أحيانا إن شاء الله نيتكلم عنها بكرة بالتفاصيل إن شاء الله. لحد ما نتلاقي إن شاء الله في live تاني. أسأل الله سبحانه تعالى أنه يحفظ البلد. أسأل الله سبحانه تعالى أنه يقيد للبلد أمر رجد. بلدنا دي أسأل الله ربنا يحفظها. يحفظها من الهوانات دير يمشوا منها. وربنا يسهل أ أمرها إن شاء الله. لحد ما نتلاقيه في live تاني إن شاء الله. قلتكم بعافية.